انتخابات مجلس الشعب اللي حضراتكو لسه يعني مخلصينها مبارح او النهاردة واعلان النتيجة النهائية كانت مبارح بالليل وخلاص هيجتمع يوم تلاتة وعشرين اللي هو غدا اول اجتماع لمجلس الشعب اخيرا بعد صورة خمسة وعشرين هناير سمعنا كتير قبل الانتخابات وفاصلنا الانتخابات عن تحالفات ما بين الاحزاب وبعضها من ضمن التحالفات دي حزب القرامة في فترة من الفترات حمل نوع من التحالف مع حزب الحرية والعدالة ايه التحالف ده يعني ايه تحالف يعني ايه تحالف حزب مع حزب تاني وايه الهدف منه وايه الحاجات اللي ممكن تقول ان الحزب ده هل مثلا بيستغنى عن امور معينة مقابل انه هو يحصل تحالف مع حزب اخر هل التحالف ده بيبقى فايدة للحزبين في حزب القرامة وحزب الحرية والعدالة والتحالف بتاعهم نتج عنه انه يوم الجمعة اللي فات اعضاء المكتب السياسي الحزب القرامة استقالة جماعية خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء الجمعة وقامت الهيئة العليا بقبول الاستقالة كلهم استقالوا من حزب القرامة معايا النهاردة ومشرفني فيها الاستوديو منقول له الف مليوم مبروك الستاذ امين اسكندر قيادي في حزب القرامة وعدو مجلس الشعب صباح الخير يا فنس صباح النور صباح النور اهلا وسهلا ألف مبروك فان الله يخليك اشكرك طبعا فكرة تقديم استقالة جماعية المكتب السياسي للحزب القرامة يعني الناس كتير جدا عايزة تعرف كوالسها كان ايه هم اعترضوا على بعض الاخطاء اللي هي ايه احنا استقلنا من المكتب السياسي لكن مش من الحزب احنا عضاء في الحزب وعضاء هيئة عليا جميعا لكن احنا استقلنا من ادارة العمل اليومش اللي هو المكتب السياسي الحقيقة احنا حكم الكرامة حسب رؤيتها في البرنامج منذ 14 سنة ان قضية التغيير في مصر لا يمكن ان تتم الا بتحالف وطني واسع تمام الا ببناء كتلة وطنية جامعة تعبض عبر القواسم المشتركة للتيارات السياسية وللقوى المجتمعية نفسها وعملنا على ده واشتغلنا على ده فترة طويلة جدا وكانت كفاية مثلا نواة من هذا الكلام نواة اعتبرها مقدمة حقيقية وفاعة رئيسي في احداث صوت 25 يناير الستة اللي اسسوا حركة كفاية فيهم الليبرالي جورج اسحاء فيهم الاسلامي اخوان مسلمين سيد عبدالسطار الدكتور سيد عبدالسطار فيهم اليساري احمد بهاء الدين شعبان فيهم الناصري محمد سعيد الريس فيهم الكرامة امين اسكندر فيهم ابو العيلة ماضي وسط فالفكرة دي هي الفكرة اللي كنا بنستهدفها لبناء كتلة وطنية جامعة لأحدى الستة جدا وانا اعتقد ان صوت 25 يناير جسدت هذا المفهوم بشكل حقيقي في الميادين والشوارع والتظاهرات اللي وصلت 20 مليون في احد الايام تمام حكمنا بعد انجاز الثورة فكرة ان برلمان الثورة يصنعوا الصوار كويس فدعونا الى التحالف الديمقراطي وده كان 42 حسب فيه الليبراليين وفيه اليسار وفيه الناصريين كله دخل وحدث الخلاف حول النسب وحول تلطيب الاسماء في القوائم فانسحب العديد من الاحزاب كان منهم الورد وكان منهم الناصري وكان منهم التجمع وكان منهم احزاب كتيرة وتبقى زون 11 حسب احنا استمرين في ممارسة فكرتنا اللي هي لابد من بناء تحالف وطني في هذا الكلام اذا بدون اضعي كلامك التحالف هدفه انه كثير من الطيرات السياسية يتحالفوا مع بعض الهدف منها تغيير الوضع في المجتمع بالضبط اللي حصل بقى ما بينكو وما بين الحرية والعدالة اللي حصل ما بيننا وبين الحرية والعدالة انه عندما انسحبت انسحب العديد من الاحزاب الحرية والعدالة اخدت انصبت تلك الاحزاب ما تقسمتش على كل البقيين لا دي اخدت انصبت تلك الاحزاب وما تمش مراعاة ان فيه شخصيات في الوطن كان لابد من تفريغ الدوائل لها بمنطق ان احنا ده مجلس مسؤول وفي مرحلة خطرة من تاريخ البلاد حدث اللي انا قلت عليه في تصليح صحفي شافط المقاعد يعني وده بالضبط ما حدث ده سبب لنا ازمة داخلية عندنا احنا كنا مقدمين ما لا يقل عن 150 مراشح انتهينا الى ست مقاعد مضمونة يعني في التلت الاول ده ده المفروض انه مضمون حسب قوة التصويت التلاتة الاوائل في كل قيمة انتهى اللي هي القيمة التي تبقى تمانية او عشرة انتهى الموضوع ان حدث خلاف داخل حزبنا بسبب هذا التحالف واعتقد ان المكتب السياسي مش اعتقد مؤكد ان المكتب السياسي اخطأ في عدم ايجاد بديل سريع لان احنا يعني في اخر 48 ساعة ما كانش قدامنا فلصة نشكل بديل ننزل بيه لوحدنا وفي نفس الوقت ما كانش قدامنا فلصة لتحسين حتى شروط التفاوض واعتقد ايضا ان مفاوضنا يعني اتردوا على غيرها زي ما بيقولوا فدي اخطاء يتحملها بمنطق المسئولية التضامنية المكتب السياسي بعيدا بقى عن مواقف سين او صاد او عين في ايه لكن المسئولية التضامنية المكتب السياسي تتحمل هذه الاخطاء فشكلت تحت يعني ان فيه قواعد فيه محافظات تململت وغضبت من هذا الكلام فشكلت لجنة تحقيق قضها ثلاثة من الكبار عندنا ساز عصام اسلامبولي وده فقيق قانوني السفير شريف رحان النقابي الباليس فايز الكلتا وحققوا في مجموعة الوقائع والحوارات والتفاوض وخلصوا الى نتيجة عرضناها امام الهيئة العليا للحزب ومعها قدمنا استقالة المكتب السياسي في هذا الموضوع وقبلت الاستقالة واتفقنا بعد المناقشات استمرت ست ساعات تقريبا واتفقنا على ان بعد اسبوعين الجمعة اللي بعدها هتنعقد العليا ويتم الترشح للمكتب السياسي وانا طلبت ودي كانت وجهة نظر تم الموافق عليه ايضا ان كل اعضاء البلمان الستة يخرجوا من المكتب السياسي اللي ما عندهم مش وقت ويشكلوا الهيئة البلمانية المستقلة لحزب الكلامة من اول يوم يدخلوا فيه البلمانة يعني دلوقتي اعضاء المكتب السياسي بس استقالوا فقط من تقديم الاعمال الحزبية اليومية لكنه لسه اعضاء في حزب الكرامة اتأكد من كلام حضرتك التحالف اللي كان الاستمر في حزب الكرامة كان فضل فيه 11 حزب مش فقط بين الكرامة والحرية والعدالة لجا فضل فيه 11 حزب فيه العدد من الاحزاب الأخرى فيه الغد فيه الحضارة فيه الجيل فيه يعني فيه اكثر لا نسأل يعني وقت ما تكلمنا عن تحالف حزب الوفد وحزب الحرية والعدالة تكلمنا عن الحزبين فقط وبالتالي كان لها تأثير سلبي على حزب الوفد على اساس ان كان فيه حزب لبرالي كبير وحزب اسلامي وكلام من هذا القبيل لكن هما كانوا 42 حزب تمام انا هستأذنك يعني عايز اشوف كرنيه مجلس الشعب ممكن بعد اذنك يعني كنا زمان في العهد الماضي عمرنا ما بنشوفه يعني عارف حضرتك ايه يعني حضرتك ممكن نشوفه مع بعض بعد اذنك سادة المخرجة ده حضرتك الكبنيه ده اللي بيدخلك مجلس الشعب ده اللي بيديني الملفات والاوراق وده اللي بيديني رقم العضوية تلاتة انا رقمي التلاتة عزيم وده اللي بيدخل عربيتي وده اللي كل حاجة بكرة حضرتكو باذن الله ان شاء الله كده حتكتمعوا الساعة كام باذن الله في المجلس الشعب هو المفروض الاجتماع الساعة عشرة بس انا اعتقد ان الاعضاء هيبدأوا من تمانية في التواجد هل ابتدت تقوم بمهام عضو مجلس الشعب اه ده سؤال مهم جدا انا اليوم بعد انتهاء هذا البرنامج فورا نعم سوف اه يعني تأتي لي سيدة فاضلة والدة الشهيد احمد صرور وده من رود الفرج وده توفى في احداث اه مجلس الوزراء وست اتصر بيا مبلح بالليل ساعة اتناشر بالليل وقالت لي انهم مش عايزين يحسبوا ابنها من الشهداء وهي مش عايزة فلوس انا عايزة الشهيد عايزة كلمة الشهيد الشهيد نعم وقانت بتبكي يعني فقلت لها غدا نلتقي ونذهب سويا الى وزارة المالية ونذهب الى المصالح اللي فيها هزين المشكلة ونشوف ايه المشكلة ونشوف ايه المشكلة ودي مشكلة اشرف مشكلة كبيرة يعني عندما يتبين لنا ان المصابين تم علاجهم بعض الحالات في الخارج على حساب سفرات اجنبية نعم على سبيل المثال يعني وبعدين ايه في النهاية يعني انا عايزة افهم سقط واستشهد في قلب معركة سواء في محمد محمود او في مجلس الوزراء او في الميادين والشوارع ايه المشكلة يعني نعم مع الشهادة دي ربنا اللي بيديها في النهاية نعم لكن انا هنا دوري كدولة ايه ده مات بانوطصاص ام باختصاص فانا طبعا تقلمت جدا 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 ام تاني الحاجات دي ممكن تكون خاضعة للتحقيق او نتيجة التحقيق اه سبب دولة فلان ربنا يتحيات اللي ما بتصهرش غالبا بالزبط بالزبط طيب خلينا فالمهام لا المهام من اول يوم وكتيرة وكده يعني يا يسأل حاجتك اخر سؤال على كلمة التحالف بما انا حاجتك بتدعو اليه التحالف كل حزب ليه افكار ليه مبادئ مختلفة تماما اما تقول تحالف هل معناها ان احد الاطراف او احد الاحزاب الموجودة في التحالف ده هتستغنى عن بعض مبادئها بعض افكارها بعض اتجاهاتها لا هو ما فيش استغناء عن المبادئ بس فيه الوقوف البناء على القواسم المشتركة يعني مثلا قضية تعدد الاحزاب تداول السلطة مين بيختلف على هذا القلام مش هتجدي حزب يختلف على هذا القلام ممكن الخلاف يحدث حول النظام السياسي هالنظام رئاسي هالنظام برلماني هالرئاسي برلماني ده هنا فيه مساحة خلاف لكن قبل ده احنا موفقين على تداول السلطة احنا موفقين على تعدد الحزاب احنا موفقين على انتخابات وصناديق شفافة ففيه قواسم مشترك احنا بنبني على هذا قضية العدل الاجتماعي دي قضية متفوتة جدا دلاجتها عديدة انا من المؤمنين بان لابد من ان يكون قضية العدل الاجتماعي فيها تغيير سياسات اقتصادية ولا يمكن احداث عدل اجتماعي في مصر الا بتغيير السياسات الاقتصادية التي سادت البلاد 40 سنة هل ده هيحصل والله هيحصل او ما يحصلش ده حسب تصويت الاجتماعي انا رأيي البرلمان يمين اقتصادي يمين اقتصادي اسلامي ويمين اقتصادي البرانش وقوة اليصل ضعيفة جدا فالتعامل مع قضية العدل الاجتماعي هتبقى عند الكاثرين بمنطق ادي له حاجة فاكر فيلم نجيب رحاني ادي له حاجة مش حقوق المواطن له حقوق لها حق التعليم المجاني لها حق الوظيفة لها حق الاجر العادل لها حق العلاج لها حق انه يشرب مية نظيفة ويأكل اكل نظيفة دي حقوق في مجتمعات سمالية حقوق وفي مجتمعات اشتركية حول احنا يعني مش مختلفين يعني بمعنى صح انه انت لما بيجي الاتنين يتحلفوا حزبين بيتحلفوا بيبقوا بيبصوا للحاجة المشتركة ما بينهم مش الحاجة المختلفة والقضية الملحة في المرحلة هي الدين اللي بتخليهم يقربوا استاذ العزيز انت متخايل يوم 25 يناير ايه اللي هيحصل فيه احتشادات ضخمة في كل ميادين وشوارع مصر لرفع مطالب الثورة مرة تانية والتمسك بها والتذكير بان لم يتم الاستجابة او تحقيق تلك المطالب حتى الان ولم يتم تطهير المؤسسات لم يتم استعادة الاموال المنهوبة لم يتم تحقيق محاكمات عادلة وناجزة وسريعة لكل قطاف فاهمني فانا باعتبره نوع من تجديد الصورة عزيزي انا رأيي انها مش احتفالات ايه هي تجديد لصورة لان احنا الصورة لسه مناسبة هل المطالب لحدك قلتها دلوقتي دي طبعا اكيد فيه كتير من الناس هتبقى نازلة تقول الكلام ده في مدانة تحقيق هل ده مش مهمت كنتم كماجز الشعب شوف هي جزء من مهمتنا انا خلينا اقول لك ان البرلمان انا لا استطيع ان اقول انه برلمان يعبل عن الصورة ليه فانا بضمير يعني ليه لانه اولا نصف المجتمع واكثر لا يوجد في هذا البرلمان اللي هما السيدات ست سيدات فقط احنا عندنا فكر حضرتك بعد الفكر يعرف سيدات بكل تفاصيل والاقباط ستة لنقح وانا بعتبر الكل مواطنين يعني ثم اليمين كله اللي اكتسح يعني ما فيش افكال تانية تعمل عدل اجتماعي للناس وتحل المشكلات نفس النموذج السائد مع بعض التحسينات عشان كده اللي ما بعتبروش متطابق مع حالة الصورة طبعا انت هتسمع وجهات نظر لا ده برلمان الصورة دي نقطة النقطة التانية ان الشرعية التي اعطيت للصورة جاءت من الشعب والشرعية التي اعطيت للمجلس جاءت من الشعب ولذلك انا لا ارى تضاد ما بين الشرعتين ارى تكامل الشرع وصورته ظهير للمجلس الشعب من اجل ان ينفذ المطالب بتاعت الصورة هو ده الموضوع لكن لو حدث وتصور مجلس الشعب انه استحوز على الشرعية بتاعت الشعب والصورة دي ما لهاش اي معنى انا بقول انه وقع في خطيئة مش في خطأ في النهاية لان لن يحدث شيء خلينا اسأل حضرتك معظم القياديين الموجودين في احساب سياسية حتى الاحزاب اللي كان لها نصيب يعني بعض مقعد البرلمان قالوا البرلمان الجديد ده ما بيعبرش تماما عن صورة 25 يناير انضموا ليه بالاساس ليه يعني ليه وقت ما قالوا فيه انتخابات وكان يعني اعتقد كل التوقعات كانت عارفة طيار الاسلامي حيتصدر انتخابات مجلس الشعب ليه انضموا ليه ما اعتردوش من بداية شوفي انضمينا لان احنا طالبنا بانتخابات ومجلس شعب جديد ونقل السلطة التشريعية من المجلس العسكري لمجلس شعب ونحن نعلم ونعي بان العملية الانتخابية مش مجرد افراد بينزلوا في دواير ده عملية معقدة لها مصارفها وتكلفها وحركة الكوادر في ميادين العمل الجماهيري اشياء كتيرة جدا وبرنامج سياسي ولوجة خطاب سياسي اللي حدث ان احنا خلينا اقولك في المرحلة الابتدائية في المرحلة الابتدائية وكان من الطبيعة وكان هناك توقع بان الاسلام السياسي هياخد النسبة الغالبة من المقاعد لكن الانتخابات اللي جاية اكيد هتبقى افضل هي ده الجيم ده الملعب يعني ما قدامناش سبيل اخر اما نكمل هذا المشوار وننضج العملية الديموقراطية ونثبت اقدامنا في الشارع ويبقى فيه كوادر جماهيرية حقية او نقول دي المحزورة ودي ملغية ودي يدخل معتقل وده مش عرف ايه سيد زمين انا يعني اخر سؤال لانه لسه هيلين لي ان هو نقص لنا دقايق معدودة صغيرة خلاص فيه اسواد بلا تطلع وده حيتقال في يوم خمسة وعشرين يناير اللي جاي اللي هو كمان يومين يعني انه انقلوا السلطة سريعا من المجلس العسكري لسلطة مدنية سريعا دلوقتي حالا وانا لسه النهاردة في الجرائد عمال اقرأ انه في بعض الاقاويل او بعض الاراء بتقول تدي السلطة ليه اللي هينتخب كرئيس مجلس الشعب انا الحقيقة ضد هذا اللاج وارى ان انتخاب عضو مجلس شعب في النهاية انتخبه لانه عضو مجلس شعب مش لانه هتحمل مسئوليات رئيس الجمهورية يعني انتخابه ارادة الناس ذهبت اليه كعدو مجلس شعب يساهم في التشريح والرقابة تماما لكن مسئولية رئيس الجمهورية حاجة تانية الناس بتنتخب بتاعت اصواتها رئيس الجمهورية لانه بيدير كل الدولة هو يعني يمسك للسلطة دلوقتي لغاية لما الدستور والانتخابات بتاعته انا تقديري انا ضد النقل الفوري للسلطة انا مع الاسراع بنقل السلطة نعم حسب جدوى الواضح وارى انه من الاهمية في خطاب المشير في مجلس الشعب في الجلسة الافتاحية اللي هي اظن كده انها تبقى تاني يوم جلسة الاجراءات تمام او اليوم اليالي جلسة الاجراءات تمام ارى انه لابد ان يفتح باب التلشيح على مقعد رئيس الجمهورية يقول من غدا او من يوم كذا يتم فتح التلشيح على مقعد رئيس الجمهورية وتمشي المسألة متضفرة الدستور بيتبني والناس بتتلشح الدستور ينتهي ويتم الاستفتاء عليه ويتم بعدها انتخاب الرئيس هو يأتي على دستور وانا ضد ان الرئيس يجي يعمل دستور طبعا اكيد متوقع امتى هيكون فيه للانتخابات الرئيسية اجندة اللي موجودة ان الرئيس الجمهورية في نصف ستة يكون انتهت المسألة نصف شهر ستة بس احنا ممكن نبكل شهر شهرين كمان عن هذا اه مش هيصر حاجة اه بس افتاز امين اسكندر كياتف حسبك الكرامة وعضو مجلس الشعب بشكر حداك جدا على مدات معينا شكرا بزيلا انا اخدر كرنيه او انا يعني خلاص الكرنيه ده تاني فهم معي ايه لو انا خلاص كرنيه واخلاص تاني انشاء الله نورتنا فن شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدين استانوا معينا اللي سمعانا فقرات كتير بس بعض الفاصل اه